اليوم هناك موديل للتوقعات وهيئة كلها تعمل على التوقعات قطع النقل هو جزء منها ولكن الجنة الوطنية هي التي تتابع العملية المرحبا وهي شيء قطع النقل الصحفيين الذين نزلون على بوليف مزيان ولكن يجب أن يعرفون أنه الجنة الوطنية الأزمة مرتبطة أساسا باكتضاد بمعنى أنه لماذا؟ 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 لأننا نقل جدا الأسبوع الذي كان هو الأسبوع الكبير وعندما نقل جدا الوضع سليم جدا من حيث المهاجرين وكان لدينا شفر واضح يجب أن يرجعون منها 150 ألف الذين كانوا مازال في المغرب ودخلوا ومازال في المغرب وعندما نقل جدا الثلاثة أو الخمسية لا يجب أن تستطيع أن يكونوا الوضع لأنه يجب أن يكونوا الوضع إلى قسم 150 ألف على خمسية ما ستعطيك؟ 30 ألف ما ستعطيك؟ ما ستعطيك؟ 43 ألف وفي هذه الأيام لم يصلنا إلى هذا العدد لم يصلنا إلى هذا العدد 43 ألف إلا يوم الأربعاء يوم الخمسة ومدونه كنا نقل لا يوجد الإشكال في المغرب ليس الإشكال في النقل كانت لدينا البواخر الضروري وعندما يتوفر ولكن كانت الإشكال تتعطيك لأنه يوجد 100 ألف يريد أن يزعون في يوم إذا لديك فتحة كبيرة وإنكت تسد إذا أعطيك لديك 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 100 ألف ولكن يجب أن يدخلوا الميناء في البواخر مكسموم يدخلوا 43 ألف ما ستعطيك؟ لا يمكن أن يتوقع هذا الميناء في الجزيرة الخضراء التي يوجد فيها الأرصفة هي محدودة لديهم 5 أو 6 يزيدون لكي يأتي المسافرين ماذا سنفعلون معهم؟ يريدون أن يدخلوا المغاربة في البطوات لأن البطوات كائنين ويقفون في البحر 5 أو 6 ساعة كيف يمكن؟ ما يقفون 5 أو 6 ساعة؟ لا يقفون لا يقفون في المزامجاو كلهم يريدون أن يقفون لا يقفون في الرصف ولا يقفون إلى وسط البحر لا يمكن أن يدخلوا لدينا المزامجاو من المزامجاو من السلاع من المزامجاو ويقفون لا يمكن أن أضعهم لقد جمعتهم المسافرين الكاميوات والكيران لم أردنا ما عدنا سيارات إذا كانت نحن نقول ومعنا الشاحنات والكيران فهو وقفون ونحن لدينا لدينا المزامجاو وكذلك يجب أن ترغب فيها وكذلك كانت أمر مرتبطة في التدبير بين قوسين اجتماعي الصحي لوجيستيكي، أكل وماء وماء كانت تلك المنطقة كانت مجهودات من جميع الأطراف لكن كانت تلك المنطقة ولكن لا يمكن أن يكون يقولون أنه يكون مستقبلة لا أعرف ما تحسبه أو كيف هذا كان مضبوط لكن الغالب الله